تسأل عن الصلاة في أول الوقت أو في آخر الوقت هل تأخذ نفس الدرجة أم لا تقول عندي بنت تؤخر الصلاة إلى قبل نهاية الوقت أم محمد بارك الله فيك بالنسبة لإسقاط الفرض يكون إما في أول الوقت أو في آخر الوقت سواء لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر فدل هذا على أن سقوط الفرض يكون ما بين هذين الوقتين أما الأفضلية والأكملية فإنها في أول الوقت وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سأله فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقته بمعنى العلماء حملوا هذا على أول الوقت على أول الوقت هناك بعض الصلوات الأفضل تأخيرة مثل صلاة العشاء كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام يؤخرها حتى يعني ينام على طهارة الإنسان قصدي ينام على طهارة صلاة الظهر في الحر الشديد يقول النبي عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم يعني في هذين الوقتين بارك الله فيك بالنسبة لابنتك يعني قولي لا أحرصي على الصلاة لأن سبحان الله العظيم جرت العادة أن الإنسان إذا أهمل الصلاة في أول وقت أو أخرها دائما إلى آخر الوقت سبحان الله ينسح بهذا إلى التساهل والإهمال فيخرج الوقت هو ما صلى يخرج الوقت ربما هو ما صلى أو هي ما صلت ترجمة نانسي قنقر